أكد صلاح العبيدي أحد معاوني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن خارطة التشكيلة الحكومية العراقية الجديدة ستتضح ملامحها جليا بعد العيد ولفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيكون ضم مجموعة الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة ولم يستبعد العبيدي أن يحظى العبادي بولاية ثانية إذا ما حظى بمقبولية جميع الأطراف الفائزة بين الانتخابات على صعيد آخر أكد العبيدي أن يعادة العد والفرز اليدوي لنسبة محددة من صناديق الاقتراع لن تؤثر في حصة سائرون من المقاعد التي حصدتها في الانتخابات التي جرت أخيرا لكن قد تتغير بعض الشخصيات الفائزة في اللوائح المنفردة قصوصا إذا ما ألغيت نتائج انتخابات الخارج